موسيقى السلام عليكم كنتم نتكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله الفيديو دي اليوم غاتينديل معكم تنت مورد للشفاه والخدود للمنظر صحي للوجه اللحقاش كنعرفوه بفعل بزاف دي الاوامل يا اما فقر ديال التام يعني بسبب مثلا الغضة الدرقية الى اخره بعض النساء ماشي كل شي كيوالي عندهم واحد للمنظر غير صحي يعني كيكون الوجه ديالهم في واحد صفورية غير صحي باختصار فانانيو مغدي ديال معكم تنت مورد يعني بطريقة صحيحة وقابل للتسويق بالنسبة للنساء اللي بغاوا يخدموا على تسويق للمنتج ممكن تصيبوه في الدرق ممكن تسويقوه بنسبة للمكوينت انا غادي نقول لكم شنو اللي غادي خصنا هنا اساسي جدا الالكول 70 او كحول 70 درجة للتعقيم باش كنعقموا الادوات ديالنا سواء البول اللي غادي نخدمو فيه او للا السورنغ اللي غادي نخدمو بها او لحتة العبود اللي غادي نديرو فيها المنتوج غادي نحتاجو هنا جيل ديالنا وغادي نحتاجو لعكر الفاسي او دم الغازال وغادي نحتاجو سورنغ اللي غادي نهزو بها المنتوج باش نديرو في العبوات مثلا وفي نفس الوقت كنقيسو بها شحال غادي نديرو مثلا في العبوات واش 15 15 الامآل او لا اكتر او الاقل لحسب العبوات اللي انتو ما غادي تستعملو وإلا ما غاديش تحتاجوهم تحتاجوها رمشي ضروري ممكن كدلك تستعملو مثلا السورنغ بحال هادي عادية ديال البلاستيك ممكن تستعملوها إلا عندكم إلا ما عندكم السورنغ او ممكن تستعملو عبوات يعني ما تحتاج شقاع السورنغ بالنسبة للتقديم ديال المنتوج ديالنا بالنسبة اللي بغاو يخدموه على تصوير فأنا عنديك فكرة فكرة ديالزيتيكت في الآخر الفيديو ان شاء الله ورا غادي نفتحو باش شوفوا معايا كيفاش غادي نقدم المنتوج في الآخر التنت المورد عندنا للخدود والشيفة غادي نحتاجو فيه مكويناني فقط اللي هما دم الغزال او العكر الفاسي مع لالويفيرا غادي ناخدو القدر اللي احنا غادي نحتاجو للعبوات ديالنا غادي نحسبوه للعبوات ديالنا جحال كي يهزو من أم أل مثلا أنا عندي هادي صراحة معقلت شوشكة تهز 15 أم أل ولا 20 أم أل فأنا غادي ندير بحساب 15 أم أل وغادي نزيد واحد النسبة قليلة حيث أنا حت العبو متعمرش يعني حت اللي فوق تعمر هي شوية حد هنا وتحبس بقلة شوية ديال اللي هو فأنا غادي ندير بحساب 50 أم أل ديال جيل الويفيرا انتم ما تقدروا تعبروها بوسيلة مثلا ديال لحساب السوائل حساب شحال عندكم من أم أل بالنسبة للسوائل أنا ندر تعيني ميزاني حت مشيش حاجة صعيبة إلا أخذتكم مرة غادي نزيد عادي وهنا بالنسبة للعكر الفاسي غادي نبدأ نزيد تدريجيا حت نحصل على التركيز ديال اللون اللي أنا محتاجة له أو للي أنا بغيته هنا أنا خديت العكر الفاسي خديته هكا يعني كيتباع حت مليا ولكن أنا كنفضل نشيري هكا لحقاش إلا كاملتي يكون مليا كيجيني بحل ألوان المايكا يعني ما تفرقش بينو بين ألوان المايكا فتفادي الغش وهذا يستحسن أنكم تشيريو هكا ما تخافوش من نور يعني هذي تبقوك تحركوك تحركوه وكيدوب كيدوب تدريجيا حتى ما كيبقاش مجمع يعني كله كيدوب في الجل يعني هذا بوين ندي روحنا جل مورد للشفاه والخدود أنا بغيت صراحة مركز مزيان وغيت مركز سنحرك مزيان حتي دو بشوية وغادي نرجع معكم كيف كتشوف معايا بقيت كان نحرك وكان حرك حتى ذهب صافية وما بقيت حتى شي شوائب خصوه شوية دي الخطر وكيما كتلاحظو أنه الجل الوي فيرا من خلطناها كمع العكر الفاسي كما قلت لكم حسب الكمية اللي انتو ما بغيت وكيلي كيبغي مركز كيلي ما كيبغي مركز كيبغي شي شوية فيه فكيو اللي جاري يعني مني كتخلطو مع العكر الفاسي كيو اللي جاري بنسبة اللي بغاو التصويق ويقول لي كيف اش غادي نسوق وما فيش مادة حافظة لهنا فيه مادة حافظة لحقا احنا اعتمدنا على جيل الويفيرا معالج بحيث انه فيه مادة حافظة يعني اعتمدنا على المادة الحافظة اللي في جيل الويفيرا المعالج اي انه قابل التصويق ويقول ده بغادي نديره في العبوات ديالنا انا بنسبة لهاد لبول فاش بغيت نخدم فيه سبق لي عقمته قبل ما نحطه ولكن بنسبة العبوات انا ما عقمت هونش صراحة العبوات كيجي هكذا فكل عبوة غادي نحلها و نرشها بالمعقيم ديالنا نرشها بالالكل رضغية كيطير هنخلي واحد شي شوية هكا حتى كيطير في الهواء عادي باش كنعمر العبوات ديالنا كاملين النفس العمل غادي غادي ندير هاللعبوات الاخرين و نرجع معكم هادي انا عمرتها فعلا العبوات ديالي فيهم 15 الام ال انا غادي نعمر العبوات الاخرى هلج قلت لكم السورن قبلي كتكون العبوة بحل هاد الشكل هكا السورن كتخلي كتخدم اه يعني خدمة نظيفة ما كتوسخوش حتى البلان ديالكم قنقي و العبوات ديالكم ما يتقاسوش لكم يتعفن ولا شي حاجة بنسبة العبوات ديالي عندي فيهم أنا 15 الام ال فهاي 15 ال ال اشتوك ما قلت لكم عتوهم مع العكر الفاسرة ماشي ساهل يلقس لكم شي حاجة ولا شي رمشات و كان اعتذر لان صراحة الفيديو ما كنتش مجدالي قبل يعني أنا جيت وبدت كنصور وما كان قطعش يعني في المونتاج وهذا ما كان قطعش كان بدك نصور من الول حتى الاخر لان وصراحة ما عندي ش الوقت باش نصور بحكم ان عندي ولدات صغار فما عندي ش الوقت باش نصور يعني نحاول نعطيكم مختصر المفيد كما قلنا قبل أنا كان أعطيكم الفكرة وانتم ما تطوروها لحسب كل وحدة والا كمية صدقات أكثر من اللي أنا توقعت عموما عندي عبوات أخرى غدي نعمرها لباش منضيع لكم داب الوقت ونطول الفيديو ها نحضر هذا سوف لكي نري كيف نقدم المنتوج يعني إذا نري نسوق بمثبت اللي يريد المنتوج ونرجع معكم هذا ما يقوم في العقوات ونحضر هذا المنتوج هذا نحضر التسواق هادو اللي أنا شريت هادو يتبعوا فعلي أكس هادو يتبعوا فعلي كتشيرهم حالة لشكل هكا وهاد الفراغات اللي تكتبوا فيهم اسم المنتج اللي أنتم ما بغيتوا تديره سواء هادو مورد للخدود أو معطر الجسم إلى آخره هادو أنا غادي نختار هادو 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 ديزاين مثلا عاد كنديرو تيكي بعد ما كنكتبو فيها يستحسن حتى تكتبو فيها عادي باش تلسقوها أنا هي كنوريكم هاكا عاد من بعد غادي نوريكم طريقة نهائية لتقديم المنتج هادو ومشتو بحالة تشكل هاكا كي يجي كتكتبو فيه هنا مثلا مورد للشفاه والخدود هنا هاكا بحالة تشكل كما تشوفوا معي للسقط هادو 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 في الدار او لما تريد انبريمي في المطبعة يطيحوا عليك غاليين بالنسبة للنساء اللي بغوا يسوقوا المنتج الطريقة ديالها ديالتيكي تطيح اوفر بما انه لوحة ديالتيكي شريتها للواحدة شريتها طحتها ليبشي 20 درهم للوحدة كل وحدة فيها 50 مزيانة بزاف واقتصادية ووحد المعلومة اخرى بنسبة لالويفيرا بنسبة للمونتج اللي بونا نديرو عليه مدة صلاحية غدي نحطو مدة صلاحية اللي عندنا في لالويفيرا المعالج اللي احنا استخدمنا يعني نفس تاريخ الصلاحية اللي عندو مدة صلاحية هي اللي غدي نديروها في ورقة وغدي نكتبوها هنا في اسفل المونتج وهذا هو المونتج ديالي كانت مننا ان الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم وما تأخذونيش الى كانوا بعض التعطرات في الفيديو لانني ما يعني ما هيئتش ليه وما وجدت ليش باش نصوروا من قبل وكانت مننا انه يكوننا الاعجاب ديالكم وما تنسوش تضغطوا على اعجاب اشتراك وتفعيل جرس باش توصلوا دائما بالجديد ديال القناة وما تنساش كذلك تدعموني بتعليقاتكم واختراحاتكم للفيديوهات القادمة ان شاء الله وشكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة